بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديوك دي بما قناتنا ازايت ربي كالباك مع حضرتكو علي ديونس. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن اواخر فترة الحمل بتاعة جوليا حتى الولادة. هنذكر حضراتكو فترة حمل الانسة في الكلاب من تمانينة وخمسين يوم حتى تمانية وستين يوم. في كلاب بتولد على سبعين وكلاب على اتنين وسبعين يوم. ولكن دي الفصائل الكبيرة اللي هي زي الكوكيجن والسان برنار واغلبهم بيولد قيصري. مرينا بموقف وحش اثناء حمل جوليا كان في اليوم السبع وخمسين. جوليا فلتت من البوكس بتاعها وكان البوكس بتاعها بيؤدي على مكان كان فيه جراوي بيكنوا. جوليا اخدت جروة بيكنوا مساكيته باسنانها وجارت تلعب به. فالاستاذ ابو مصطفى لما شافها كان خايف ان هو ينادي عليها فتضغط على الجروة زيادة تموته وهو ده اللي حصل. فلما تأكد راح عندها واخده من بقها راح الجارية ومسك واحد تاني ببقها وبرضو موتته. ما كانش غراضها ان هي تموته قد ما كان غراضها ان هي تلعب به. ولكن عشان هي مساكيته باسنانها بغشامة شوية وكان الجروة لسه ضعيف عنده حوالي اتنين وتلاتين او تلاتة وتلاتين يوم ما استحملوش الجروين وللاسف ماتوا. من ساعة اللحزة دي بدأنا نقلق وضق نقوس الخطر في دماغنا. ليه? ان جوليا اعتقدت ان الجراء لعبة. حد هيقول لي ولادها يختلفوا عشان نازلين من بطنها والكلام ده. ممكن منحظكم ان احنا مرينا بكافة المواقف السيئة والحلوة اللي احنا الا اي حد ممكن يمر بيها. ولكن لحصة نحظ حضراتكم ان انتو هتستفيدوا من التجارب الحلوة والوحشة. بعد ما ماتوا الجروين دول زعلنا جدا وقلنا جوليا كده ممكن تاخد الجراوي لعبة. جا في دماغي حاجة وبحذركم منها. لو عندك نتاية وناوي تخليها تحمل وتتجوز وتخلف. ما تلعبهاش باللعب العربيات اللي بريموت كنترول. ما تجيب لهاش اللعب اللي بتزمر. لان النتاية حييجي في دماغها ان انا كل ما دوس على ده بيزمر. لان هو اول ما تولب بيزمر. ما تمسكش اللعبة وتعطي زمر لها بيها. ما تلعبش النتاية دي بالكورة. في وسائل اللعبة وترفيه كتير جدا للنتايات غير دول. لان في بعض انواع النتايات اللي حييجي في دماغها كده. ولو حد اختلف معي وعلق. وقال لا ما فيش اللي انت بتقوله. لا في يا باشا. لازم تركز الاسباب. احنا اتكلمنا قبل كده عن اسباب قتل النتاية لجراءها. اكتشفت ان ده بالفعل احد الاسباب. الجرو بينزل يصوصوا والجروين اللي هي موتتهم كانوا بيصوصوا. طب انا اخده العب بيه. خدتها من اجل الله. زعلنا على الموضوع دوت شوية. وقدر الله ومشاء فعل والحمد لله على كل حالة. وبدأ من تاني يوم في اليوم الثمانية وخمسين جوليا تنزل افرازات الولادة زي ما احنا هنشوف في الفيديو دلوقتي. افرازات اهي كده بتالت تنزل افرازات. التنظيف هو افرازات الولادة اللي ازي جاه. افرازات الولادة. يا مساحل يا رب. يا مساحل يا رب ساحلها من عندك. افرازات الولادة يا باشا. افرازات الولادة يا باشا. ايوة. افرازات الولادة ايه. ابتدت تنزل افرازات. ايه. ابتدت تنزل التنظيف بتاع الولادة. افرازات الولادة دي بتبقى عبارة عن سائل شفاف شبه الميا. ولكن لازج شوية بتبدأ من العمق من تحت يوم بعد يوم تبدأ ترتفع لحد ما توصل لسطح المهبل. الافرازات دي بتبدأ تنزل عند النتاية. بالكتير قبل اربع او خمس سيام بالكتير اوي من الولادة. فقلنا ان احنا متوقعين ولادة. وكان اليوم دوت في اليوم التمانية وخمسين تقريبا او التسعة وخمسين. طبعا ممكن نيفلت مني يوم او اتنين. فالدنيا ايه ما بتبقىش دقيقة اوي. في التمانية وخمسين او التسعة وخمسين. وقلنا ان شاء الله حنا توقع ولادة في اليوم الاتنين وستين. تلاتة وستين اربعة وستين بكتير جدا. فضلنا صبرين على جوليا انها تولد. ما فيش. طولت حمل جوليا زيادة عن اللزوم. كل يوم نقول هتولد. وجوليا ما تولدش. ايه ناوية النهاردة ولا انت حاسس ان انت هل كانة كده النهاردة? ناوية? ياريت. ياريت ياريت ياريت. اغنيلك. قاعدنا مستنين ان شاء الله امرنا الفرج ما عندها ربنا زي ما بيقولو. وان شاء الله امرنا خير. هي هانت عمتا. هانت. ربنا يوصل الحال. حد ما بدأنا بهزار نقول هنا في البيت هي حامل في ديناصور. هي حامل في فيل. في ايه? ايه الموضوع? مش عارفين جوليا ليه ما بتولدش. طول الموضوع طول 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 لحد ما وصلنا لليوم التمانية وستين. تمانية وستين? آه اليوم التمانية وستين من الحمل. وجوليا طول الفترة دي عادي خالص وبتتحرك عادي خالص ولا شهاية قلت ولا حركة قلت زي الاردة بتتعامل عادي خالص ولا اكن فيه حمل ولا ولا جينا عند اليوم التمانية وستين بدأت تبان على جوليا ان خلاص جوليا دخل على ولادة. اللي وقفنا كل ده ان احنا ما ناخدش اي اجراء ولا نتطمن على الجراوي كل ده السبب حاجة واحدة. لما صلى على النبل لو اكبر الجراوي عايشة جوه ايه? بتتحرك عشان تعرف اللي الجراوي عايشة وكويسة وبتتحرك فعلا بيبقى في اخر منطقة الفاخدة كده. بعديها خمس ست سنتي بتم عملية دوران دائري كده. بالراحة كده. زي ما انت حراك شايف. اهو. اهو. وثم حسس بالراحة ادي راس الجر وبيتحرك هو في ايدي. اهو. كده هو بيتحرك. اهو. اهو. وهدي الجر والتاني. اهو. كده الحمد لله بفضل ربنا الحمد لله بفضل ربنا. ما فيش خطورة لحد الان الحمد لله بفضل ربنا يعني. ده من نعم ربنا علينا. اهو. الجر والتحرك تاني اهو. لان طبعا عملية دوران ده بتخلي الجر والتتحرك في البطن وفي نفس الوقت بتقوي عضلة الرحم. الامقابات بتاع الرحم بيتقويه. اهو. هي هانة ان شاء الله ومر لان نهار ده مسخ ساخ خلص اهي. اهو. اهو. ادجار وتن اهو. اهو. تلع هنا اهو. 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 دجار والان همسك ده دي راسه. دي راسه كده. اه. اه. الموضوع ده بنعمله بحرص جدا. اكيد انا مش حاطي ايدي على بطن الكلبة خالص بيش ضاغط. يعني بيش ضغط هزوليد. اهو. كده احصل ايه? اهو. 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 كده بنقوي عضلة الرحم. بالانقابات بتاعها. وفي نفس الوقت بنتطمن ان الجر والعيش. اه. اه. اهو. 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 لما صلى الان بله اكبر اهو. اهو. لما صلى الان بي بتحرق جاري كمان. اهو. نزل تحت. اهو. وهي طبعا بش قادرة. النهار ده بش قادرة. ربنا يبارك لك فيها يا رب. خير ان شاء الله وامر ليا. اعتبر هانت في المناعة اخر من شاء الله اوامر ربنا بارك لك فيها يا رب. دي وسيلة الاطمئنان على الجراوي جوة. النتاية كل ما تعمل الحركة الدائرية دي انت بتفوق الجراوي وبتنشطها فتقدر تجسها بايدك والجس حركتها وكده انت في الامان ان شاء الله تقعد ميت يوم حامل مش ميت يوم ميت يوم لا انا بدي مجازع عشان اقول لحضرتك المعلومة اللي جاية طالما النتاية صحيا كويسة الجراوي كويسة مفيش بطن منتفخة اعرف ان الدنيا تمام وما تقلقش وهنا بتيجي الخبرة هل انت فاهم ولا مش فاهم واللي فاهم بيرايح وطبعا الحركة دي بتتعمل اللي هي الدائرية اللي بالايد في المكان ده ولا قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت في المكان ده اللي هي النغزة اللي دخل الجوة في البطنة قبل الورك اللي بنقول عليها لما تبقى دخل الجوة جامد اوي دي من علامات الديدان الحركة الدائرية دي بتتعمل في وقت الطلق عشان تزود الطلق وتساعد الانسة على الانقباضات بتاعة الرحم وتساعدها في الولادة طيب انت ليه مددش حقن الطلق هارد على حضرتك حقنة الطلق ما بتتخدش الا والطلق شغال بمعنى ان ما فيش حاجة اسمها النتاية ما عندهاش طلق ودي لها حقن الطلق فالطلق يشتغل بتولد حقنة الطلق ما بتشتغلش الا والطلق بالفعل شغال اليوم ده بدأ يبين على جوليا علامات التعب وقلنا خلاص هي كده قربت ووصلت درجة حرارتها ستة وتلاتين درجة اللي هي درجة حرارة الولادة الكلام ده كان قبل ما تولد بحوالي اتناشر ساعة كانت الساعة ستة المغرب برافو جوليا ربنا اقوم بالسلامة يا رب اي حد بيحب جوليا يدعيلها كده تقوم بالسلامة ان شاء الله بامر الله وربنا يا فكه على رب اللي طبعا الله يكون فعونها يعني الولادة دي وخاصة الولادة الاولادة دي بتبقى صعبة جدا جدا الولادة البكرية دي يا باشا بتبقى يعني الله يكون فعونها يعني وده كان منظر جوليا الساعة واحدة بالليل قبل ما تولد بست ساعات بالزبط قسنا درجة حرارتها لانها اربعة وثلاثين الانسة بتولد في درجة حرارة جسد ستة وتلاتين درجة وصلت حرارة جوليا في الوقت ده اربعة وثلاثين صبرين ليه اي واحد كان في مكاننا كان هياخد النتاية يوديها للدكتور والدكتور مش هيسمي عليها ايقوم فتح بطنها ومولدها قيصري ليه ساكتين كل ده لان حضرتك لو ولدت قيصري النتاية هتولد طول عمرها قيصري ومش هيينفع تحمل كل حيضة لازم هتفوت واحدة عشان الجرح يلحم ويلم قيصري هتفضل طول عمرها تولد قيصري بنحافظ على النتاية لأقصى مرحلة نقدر عليها واللي فاهم بيريح وبيكون عارف هو بيعمل ايه وهو هادي ومتطمن ومرتاح وبتوفيق ربنا ودي نمرة واحد فانا لما شفت المنظر في الفيديو اللي حضرتكو شفتوه الاخير ده بدأت بالفعل اقلق وكلمت الاساس ابا مصطفى وقلت له خلي بالك النتاية دي لو ما ولادتش في خلال خمس او ست ساعات حتموت وده واقع بالفعل لان 34 درجة حرارة الجسم يعني فيه هبوط حاد في الدورة الدموية وكنا متفقين ايه اللي حيتم ان خلاص لو ازنقنا وما ولادتش في خلال خمس او ست ساعات هنفتح لها فيصري ولكن المشكلة ان خمس ست ساعات كنا هنبقى الساعة سبعة ما بين سبعة وثمانية صباحا يعني مفيش حد فاتح هنعمل ايه هنعمل ايه خلاص جوليا الرحم بتاعها فتح نزلت السوائل بتاعة الولادة اللي بتقول النتاية دي بتولد دلوقتي وما فيش جراوي بتنزل راح اتمنزلت دم اللي يسبق الولادة بثواني وما فيش جراوي بتنزل ليه حنق الرحم صغير وقناة اللي بين الرحم والجهاز التناسولي بتاعها دي فاكرين لما قلنا تذكروا موضوع جواز الصناعي هنتكلم عليه بعدين عملنا حاجة كده زي الجواز الصناعي اما الرحم فاتح اوتوماتيك لانه كنا عارفين ان الرحم اول ما حيلاقي حيوانات منوية حيفتح اوتوماتيك لوحده رغم اللي انا بقوله غريب على ناس وناس هتقول اللي انت بتقوله ده يا عم ما بيحصلش وعلميا مش مظبوط مظبوط يا باشا ونتحدى اي حد يقدر يعمل الكلام اللي حصل كل ده تليفونات بيني وبين الاستاذ ابو مصطفى الرحم فتح والمهبل فتح وبدأنا نلاقي الجر نزل عادي خالص وما فيش اي مشكلة الحمد لله بفضلك يا ربي جوليا جابت اتنين وهننزل لحضراتكم فيديوهاتهم ان شاء الله لاحقا باذن الله اللي احنا استفدنا من الفيديو ده زي ما قلنا كل فيديو هيبقى فيه افادة لحضراتكم اللي استفدنا من الفيديو ده طول ما انت فاهم وعارف انت بتعمل ايه هتعرف تتصرف بفضل ربنا وبفضل ان النية السليمة دي عليها عامل كبير جدا زي ما قلت لحضراتكم عندك نتاية وبتولد ما اتفكرش عدد جراوي كام والاسم هتبقى زي وحبيع كام وحكسب كام اعرف ان الموضوع فشل من اوله حتى لو ولدت ممكن يموتوا في اليوم اللي 45 طبعا كان تركزنا مش الجراوي الحفاظ على الاساس اللي هي الام اللي هي جوليا طالما ما فيش انتفاخ حصل في البطن انتفاخ ده ليه معاني كتير جدا ان الجراوي تحللت جوه فنتيجة التحلل طلع غازات فالبطن بتنتفق لو عايزين تشوفوا المنظر دوا بنفسكوا منظر الانتفاخ مش عند جوليا لأ عند كلاب تانية احنا بنشوف حاجات يعني محدش يقدر يستحمل يشوفها لو عايزين تعرفوا مباشرة وتشوفوا بعانيكو ما اعنيه بانتفاخ عشان لو عندك نتاية وحصل فيها كده تقدر تلحقها اكتبولي في الكومنتات بس الفيديو ده هيكون فيديو مش لحد قلبه ضعيف حد هيكون قلبه جامد شوية اوريكو امتى تقلق ان النتاية دي لازم تروح تفتح لها قيصري يا ام حتموت كده ان شاء الله الفيديو بتاعنا يكون خلاص تحياتي لحضراتكم جميعا اشوفكم بعمرة الله على خير في الفيديوهات اللي جاية بتاع الجراوي جوليا بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته